المساء جديد وملفات جديدة أهلا بكم وفي عناويننا لهذه الليلة ميليشيات الحوثي تتعهد خلال زيارتها بغداد بطرد عراقيين نزحوا إلى اليمن بسبب العنف الطائفي وتتابعون أيضا في المساء إيران تختار موقع مفاعل فوردو النووي لنشر صواريخ S-300 الروسية المتطورة المساء من سكاينيوز عربية مع فيصل بن حريز بدأ وفد يمثل الانقلابيين الحوثيين في اليمن زيارة إلى العراق حيث التقى وزير الخارجي العراقي إبراهيم الجعفر وفادت الأنباء بأن الوفد سيلتقي مع ممثلين عدد من الكتل السياسية العراقية بعد أن يلتقى بالفعل بقادة الحشد الشعبي في هذه الأثناء فادت مصادر عراقية بأن الوفد تعهد للسلطات العراقية بالعمل على ترحيل عراقيين وإعادتهم إلى بغداد من بينهم مسؤولون كانوا قد فروا إلى اليمن عقب غزو العراق عام 2003 خوفا من استهدافهم لأسباب طائفية جولة الوفد لن تقتصر على العراق بل سيتوجه بعد ذلك إلى بيروت للقاء ممثلين لمجيشيات حزب الله اللبناني قبل أن يختتمها في العاصمة الإيرانية طهران ما يطرح العديد من الأسئلة لا تقتصر فقط على التعهد بتسليم النازحين العراقيين لنظام العراقي نقترب من هذه الخطوة ينضم إلينا من أربيل القياد في المشروع العربي ناجح الميزان أهلا بك الأشكاين العربية إذن وفد الحوثيين في بغداد وسعي مستمر لترسيخ الانقلاب ونيل الاعتراف بالمجلس السياسي كيف تقرأ هذه الخطوة وكيف تنظر لموقف بغداد طبعا ابتداءا هو موشي غريب يعني هو هذا اللي لازم يصير في دولة تقود الميليشيات في العراق لكن بالمقابل عندما يكون إبراهيم الجعفر وزير خارجية العراق ويلتقي بميليشيات مجرمة مثل ميليشيات الحجز الشعبي وبثل داعش والقلابيين هذا هو تحطيم للنفوذ العراقي أو العلاقات العراقية مع الدول العربية يعني بالوقت اللي يطالبون بطرد ثابر السبهان يستقبلون ميليشيات شيء عظيم يعني هي السياسة اللي كنا ننتظرها من إبراهيم الجعفري وطبعا أعتقد بالنسبة للمراقبين بالداخل والمتابعين لا يستغربون من هذا الشيء أنه اليوم هو مو نفس إبراهيم الجعفري اللي يطالب لأنه في اليوم أحمد العلواني قال يكذب حسن نصر الله وطالب وقوم القيامة وأصدر البرلمان نفسه اليوم مطالب من سلم الجبوري إذا كان فعلا رجلا عليه أن يستجوب الجعفري لماذا يلتقي بصفة وزير خارجية العراق وتحت العمل العراقي بميليشيات هذا أولا الثاني على الإعبادي أيضا أن يحتاج إذا كانوا فعلا مستقلين لكن القضية مو هاي القضية أنه كلهم متابعين لولاية الفقه والكل تدور بأوامر يعني تعمل بأوامر حوثين تعالوا البغداد يستقبلكم إبراهيم روح اللبنان يستقبلكم فلان وبالتالي هو هاي المنظومة ولاية الفقه كلا من اليمن إلى السورية إلى لبنان إلى العراق وهم لا يخفون هذا الشيء الكل تقدس الخامنية وتقدس ولاية الفقه لكن عتبي على الدول العربية بعد هذا الذي حدث وبعد تاريخ إبراهيم الجعفري لماذا إذا كانوا فعلا جامعة عربية لا يستقبلوا أن أدعو من هذا المنبر أن لا يستقبلوا لأن اليوم ما أصبح وزير خارجية العراق أصبح وزير خارجية ميليشيات يتعامل مع ميليشيات أخرى قاتلة لشعبها خاصة سيد ناجح أن الوفد ليس له أي صفة رسمية حتى في مجلسهم السياسي فقط رئيس الوفد هو شقيق لعبد الملك الحوثي هو يحيى الحوثي يعني لا تفرق شيء هو بالنتيجة هو ملتق ميليشيات يعني السؤال بمعنى إبراهيم الجعفري يقول للعالم بأنه نحن ترى العراق مدولة ذات سيادة نحن مجموعة من الميليشيات من العصابات نحكم العراق بدليل نستقبل باسم وزير الخارجي وفي وزارة الخارجية نستقبل ميليشيات أو أخو الميليشيات أو العصابات هذا هو الذي سيضر العراق هذا سيجعل العراق يعود إلى حصار إقليمي وحصار دولي بسبب هذه التصرفات التبعية لجمهورية إيران طيب ينضم إلينا في هذه الأثناء سيد الكاتب من جد الصحفي بسام كيف تنظر إلى هذه الخطوة واستقبال وزير الخارجية لتمثيل ضعيف جدا حتى من مجلس انقلابي غير ممثل أصلا سيد افتيني تم الاستقبال من قبل وزير الخارجية العراقي بطبيعة الحال كل ما الخطوات التي تتم من الحوثي تدل أنه في ضعف شديد سواء في التمثيل سواء في التعامل مع الوضع السياسي أو العسكري أو غيره أنا أعتقد أنه ضيفك الكريم ذكر كل ما أود أن أقوله لكن حقيقة يبدو والله أعلم أن فيما يمكن استنتاجه أن كل هذه الخطوات التي يقوم بها الحوثي ربما هو عمليات استباقية لمحاولة التأكيد أن الحوثي بإمكانه أن يصمر أكثر لكن أتوقع أنه جميع الدلائل تدل أنه في انهيار يعني سيد ناجح الجولة لن تشمل بغداد تستمر من بغداد إلى لبنان ثم إلى إيران يعني كيف تنظر إلى هذه الخطوة في هذا التوقيت الآن يعني معلوم للجميع هي هذه المحطات التي يزورها هي محكومة من ولاية الفقية ومن أتباعهم يعني هذا ليس بالشيء الغريب ولا يحتاجه وضمن الفلك الإيراني وضمن ساحة إيران لكن هناك عملية تخادم بالإجرام يعني ما الذي سيجري للعراقيين الموجودين باليمن يعني اليوم العراقيين وزارة الخارجية تضر الثامرة السبهان مقابلها أن يسلم العراقيين الموجودين باليمن أتعلم ما الذي سيحدث لهم عندما تستلمهم الميليشيات هؤلاء سيقتلون جميعا هذا يعني بدلا يتبادلوا منافع مع دول الجوار يتبادلون الإجرام أنه يجيبين العراقيين وذول بعشرات الآلاف لكن يعني كم أعداد هؤلاء لماذا تصر بغداد للوصول لهؤلاء هناك حديث أنهم تركوا أصلا اليمن منذ اندلاع الأزمة فيها لا ما زالوا موجودين اللي طلاب اللي غير طلاب إذن الميليشيات هم بداخل العراق ناس أبرياء قتلت بعشرات الآلاف ما بالك بهؤلاء الموجودين واللي ستسلمهم الحوثيين سيسلمونهم إلى بغداد أعتقد ستكون هناك مجزرة ويجب أن تدخل إما تدخل دولي أو الإقليمي على أقل لكي لا تحدث مجزرة للموجودين باليمن هم يخالفون كل العراف يعني بالأمس الحكومة العراقية يجيب القطريين ينطوهم موافقات تجي الميليشيات تأخذهم الإيران اليوم علي عبدالله صالح ينطعهم موافقات جاءوا إلى اليمن وليوم يريد سلمهم يعني ذولا لعدهم قيم لا دبلوماسية ولا عربية ولا دينية ولا شرعية هؤلاء لا يفقهون إلا الإجرام لا يفقهون إلا التبعية لما تريده إيران وهذه كارثة أن يكون ما يسمي بنفسه عربي يكون عبدالليع جمي هذه مشكلة هاية وإيران لا ترحم العرب معروفة للجميع طيب يعني ماذا يعني ينتظر من بغداد في حال التزموا بتسليم هؤلاء ما الذي تطلبه بغداد في المقابل هل نتوقع موقف داعم أكثر أم ماذا سيد ميزان يعني أكيد بالتأكيد يعني العراق هو مصرف تحول منه إيران إلى أين ما تريد من أموال من سلاح من غيرها الكل الحوالي تأتي إلى العراق والعراق يحول اللبنان يحول الحوثيين يحول البحرين والكل يعلم بهذا والأين ذهبت أموال العراق اللي يبألف مليار وبالتالي جماء الميليشيات هي التي تريد أن تنتقم من هؤلاء فسيكون انتقام مقابل مادة وستكون تعاون بين الحوثيين وهذا موجود يعني الحوثيين فتحولهم مكاتب النجاف فتحولهم قبل فترة في العراق والكل ترحب بهم أقصد الطبقة السياسية التبعية الإيرانية من قادة الميليشيات وغيرها أما العبادي العبادي هو لا يفقه هو سليم الجبوري لا يفقه إلا أداء التحية لأصغر واحد بالميليشيات وأتحداهم اليوم أن يتخذوا إجراء بحق هذا وزير الخارجي أبراهيم الجعفري اللي وصل العلاقات العراقية الخارجية إلى مستوى الحظيظ يعني يجب أن يقال أن يستجوب وأن يقال طيب يعني نفهم مقابلتهم لوزير الخارجية رغم يعني النقاط عدم التوازن من الناحية الدبلوماسية ولكن ما الذي يريده الوفد في رأيك سيد الميزان من لقائهم بقادة الحجد الشعبي يعني هم أعلنوها صراحة وقادة الحجد الشعبي والمنتمين للحجد الشعبي قالوها مرارا ولو تتبعون طريقة التحشيد أنه ما بعد تحرير الموصل سيذهبون إلى ضرب السعودية وضرب كردستان الكل يعلم هذا ليس خافيا ولا جوال عبا موليشيات الحجد الشعبي ستذهب إلى محاربة دول الجوار هذا هم أعلنوها ليس تحليلا من عندي وبالتالي هنا بدأت تنسيق لمرحلة وخاصة نحن على بواب إن شاء الله تحرير الموصل أن يكون الحجد الشعبي ضمن الجيش الشيعي للتحرير أي بمعنى أينما يوجد شيعة في العالم مرتبطين بولاية الفقيه وليس خارج ولاية الفقيه سيذهب هذا الحجد بالتفجيرات والضرب وعملوها سابقا عندما قصفوا المملكة العربية السعودية بصواريخ وعندما قصفوا الكويت أيضا في عام 2011 طيب سيد بسام ماذا عن لبنان الخاضع أصلا لعقوبات خليجية بسبب مواقفها الرسمية مؤخرا ماذا نتوقع هل سيحاول ربما العودة مجددا من خلال موقف رافض لدعم هؤلاء أم أنه سيدعمهم بحكم الثلث المعطل ذو النفوذ الأكبر في لبنان قبل أن أجيبك على هذا السؤال أنا أتوقع أنه جميع الدول وأقصد فيها العراق تحديدا ومن يحاول على تبعات إبعاد السفير السعودي في العراق عليهم أن يأخذ بعين الاعتبار أنه أي خطوات تجابه فيها الدول العربية الشقيقة أشقاهم في الخليج وأقصد المملكة العربية السعودية بالتحديد تبعاتها أكيد سيكون أولا السوء سيقع على هذه الدولة نفسها سواء لبنان أو العراق بالنسبة لسؤالك نعم لازال في لبنان لازال في عدم تعامل جيد مع الوضع حتى الآن العلاقة اللبنانية السعودية وأعتقد سيسحب عليها علاقات أخرى خليجية إذا استمرت على نفس المنوال طبيعي ستتأثر واليوم كما ذكر ضيفك الكريم أغلب الدول العربية تعاني من تحكم إيراني غير مباشر سواء كما وصفهم بالأذناب أو كما تعجج الميليشيات مثل الحوثي أو غيره على الدول العربية اليوم من الداخل أن تحاول الاستفاقة من تحكم إيران أو من يعز من داخل إيران لإيجاد هذه المشاكل اليوم نحن بحاجة لميزان يحكم العلاقة بين العربية إن صح التعبير وبين المصالح الدولة الأساسية لهم نعم إذن أطلب منكم ضيفي البقاء سنذهب نتابع أيضا آخر تطورات الميدانية في اليمن ثم نستكمل النقاش إذ تستمر المواجهات بين قوات الشرعية اليمنية والمتمردين الحوثيين وأنصار صالح في منطقتين ربيعي وحضران غربي مدينة تعز وتسعى قوات الشرعية إلى إحراس تقدم في المنطقة من أجل قطع طرق الإمداد والخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة هذا وتواصل دول التحالف العربي تقديم المساعدات وإعادة تأسيس البنية التحتية للمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وذلك بعد الدمار الذي لحق بها جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي وصالح وتهدف المساعدات إلى التخفيف من معاناة سكان تلك المحافظات لا يقتصر دور التحالف العربي في اليمن على الجهود العسكرية والسياسية لدعم الشرعية فثمت مجالات أخرى يقدم فيها التحالف العون لليمنيين في مساعد لتخفيف معاناة المدنيين من حرب الميليشيات المتمردة تتنوع المساعدات بتنوع الحاجات الملحة للسكان المتضررين خصوصا في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في رصف ميناء المكلة رست سفينة جبل علي الإماراتية للمرة الثالثة هذه المرة تحمل مساعدات جديدة لقطاع الكهرباء للمساهمة في توفير التيار الكهربائي للسكان قمنا باستلام شحنة من قطاع غيار المولدات محطة الريان المركزية المقدمة كدعم من الأخوة في الهلال الأحمر الإماراتي فهم يدعموننا لخلق استقرار في التيار الكهربائي في ساحل حضرموت وحضرموت في الشركة العام قبل أيام أفتتحت السلطات المحلية الطريقة الرابطة بين مديرية غيل باوزير ومدينة الشحر بعد ثلاثة أشهر من العمل المتواصل لتعبيده بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي هذا الطريق الذي تم رصفه وفتحه من قبل الهلال الأحمر الإماراتي يشكل لسكان هذه المنطقة وأيضا للطريقة الدولية المؤدي إلى أعمان حلقة من حلقات تواصل المدن في محافظة حضرموت أما في مديرية المحفد في محافظة أبيان وفور دحر مسلحي القاعدة منها وإعادة الحياة إلى مركز المديرية بدأ الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين طوال الفترة الماضية حرم سكان المناطق النزاع من المساعدات وقد تسهم هذه السلال الغذائية في تخفيف جزء من معاناتهم ويطالب الأهالي بمد القطاع الصحي بمزيد من المساعدات لتحسين الخدمات الصحية التي يؤرقهم من عدامها واصل النقاش مع ضيوفي من أربيل القيادة في المشروع العربي ناجح الميزان ومن جد الكاتب الصحفي بسان فتيني كما ينضم إلينا هنا في الستوديو رئيس مركز ساقل للدراسات الاستراتيجية مهند العزاوي أهلا بك أستاذ مهند إلى سكاينيوز عربية دعني أبدأ معك وتنضم إلينا في هذا النقاش الجولة كما كنا نتحدث في الجزء الأول من الحوار لن تشمل بغداد سيتوجه الوفد إلى بيروت ثم إلى طهران ألا ينهي أو تنهي هذه الجولة كل الجدل حول استقلالية تحركات الحوثيين وعدم ارتباطهم بإيران تحية لك تحية لضيوفك تحية للمشاهدين أنا أعتقد هذا الجدل غير موجود واضح الحوثيين وارتباطاتهم واضحة المعالم سواء كانت الجانب العسكري أو الجانب السياسي وكذلك حتى على مستوى السلوكيات أنا أعتقد أن تلك الفعالية الكبيرة هذه الفعالية سبقا كانوا في الكويت سبقا كانوا في عمان وسبقا كانوا في دول عربية أخرى في محاولة تسويق مشروع البقاء على فرض سياسة تمر الواقع في اليمن نوجة نظري هكذا يعني لا يعني شيء إذا استقبلوا في بغداد وإذا استقبلوا في لبنان أو استقبلوا في أماكن أخرى في ذات الرقع الذي تكاد تكون متشابهة في طبيعة العمل أو في طبيعة التوجهات الأيدولوجية لتلك التنريمات وبالتالي أنا أعتقد هو جزء من عمليات الحراق لطد المملكة العربية السعودية في إزاحة السفير وبالتالي عبارة عن اللعب في ورقة ورقة مضادة وهكذا الفكرة هي بالدرجة الأولى في محاولة للتنويه هي رسالة سياسية ليس أكثر نحن نعلم الحوثين ثلاثة أشر في الكويت لن يستطيعون يحققوا شيء كذلك في أماكن أخرى وبالتالي هو نوع من أنواع نسميها المظاهرة السياسية أو نوع من أنواع الحركة السياسية لتحريك المياه الراكدة في اليمن خصوصا أنه أنا أعتقد الأمم المتحدة وحتى قد جونكيري وضع خارطة الطريق لإنهاء ملف الحرب في اليمن وبالتالي هي أحد عناصر التأثير ويطلق عليه في الدعاية الحركة من نظر للآخرين نحن موجودين وقادرين أن نكون فاعلين في اليمن أن نحن أصحاب الرأي وهكذا دائما حركة أو سلوكيات الحوثين بهذا الاتجاه وعندما نأتي إلى واقع الحال نجد أن الحوثين جزء أو نقرأه أحد الأدوات الفاعلة والفاعل الرئيسي يكون علي عبدالله صالح داخل اليمن وحتى أنا لا أجد أن هناك يعني نعطيها فدهالة كبيرة لتسليم تسليم العراقيين هناك لأن أنا لا أعتقد هناك الكثير من العراقيين في الداخل خصة بعد الحرب وعد استلاب السلطة لن يبقى من الكفاءات والخبراء وكذا كثيرين هناك في العراقي هذا قد يكون طيب لكن هنا في حالة العراقيين كان علي عبدالله صالح هو من استقبل هذه القيادات المرتبطة بنظام صدام حسين حينها ألا تعتقد أنه يمكن يشكل تسليم هؤلاء خلاف بين هذا التحالف بين الحوثيين وصالح؟ أنا لا أعتقد أنه هناك جدية أكثر من مجرد ورقة ضغط جدية في الالتزام بالتسليم تمام تمام أنا أعتقد أنه ورقة الضغط نوع من أنواع المناورة السياسية وسائل الضغط متعدد هذه أحداهم لن يعد هناك قيادات في حزب البعث إذا مخلف القضبان في أماكن أخرى ولن يعودوا فاعلين حقيقة وبتالي أعملية تسليمهم وعدم تسليمهم لسه وذلك الملف لماذا إذن يكونون أحد أولويات المطلب الأساسي من خلال هذا اللقاء بتسليمهم إلى بغداد حج نوع من الحج والتأييد أن هناك لديهم ورقة يستفاد منها العراق أو يحتاجها العراق وبالتالي يؤمن الدعم المضاد لهم أنا أعتقد أن بروبوغاندا ليس أكثر من هذا ولا ترتقي للفعل الحقيقي هل ترتقي للفعل أم أنها مجرد ورقة للدعاية وإعلان هذا التحالف سيد ناجح لا أبدا هذه القضية قضية دار بالإيران هذه ليست قضية عراقيين ميليشيات مرتبطة بإيران بولاية الفقيه الحوثيين اليوم هم القرار لهم علي عبدالله صالح أصبح تابع بالواسطة لإيران عن طريق الحوثيين هذا الموضوع ليس لدعاية ولا بروبوغاندا ولا هاي ناس بآلاف لا يمتلكون الجوازات لقى يسافروا لأي دولي لأن منعت الجوازات من زمن المالكين لكل النازحين أو الذين هربوا بالآلاف؟ أنت تتحدث أنهم بالآلاف العراقيين الموجودين في اليمن سيد ناجح؟ طبعا بعشرات الآلاف يعني مو آلاف مو ألف و ألفين و ثلاثة آلاف هناك كان أحد السفراء في اليمن هناك يعني جالية كبيرة للعراقيين في اليمن و كلهم كانت اليمن هي الوحيدة اللي مفتوحة اليوم القضية أنه تبادل جرائم بحق العرب السنة يعني أقولها والعرب الشيعة الأشراف اللي كانوا في زمان نظام السابق هذه بتوجيهات إيرانية اليوم كما أسلفتم العراقيين الأبرياء اليوم يعني من المفارقات أنه العفو العام عن الأبرياء يعني مئات الآلاف معتقلين اليوم أبرياء وهم يعترفون اليوم الحكم للميليشيات ماذا تنتظر من الميليشيات تتفق مع ميليشي أخرى على إيش تقوم على مثلا تقويم المصالح العربية الإيرانية والمصالح بين الدول أو تصفير المشاكل بين الدول العربية ما هم هناك يرتكبون جرائم ويدارون القصة كلها أنه تدار من ولاية الفقه وبالتالي ما يحدث في حسن نصر الله أرسل كثير من كتاب في سليمان بيك في أدوز حزب الله هو من يقاتل في هذه المناطق الآن هو من يضبط الأمن في هذه المناطق فشلون يعني أنا أريد أعتبرها والله سيجيبوا ليعراقين ويعدموهم ما قولها بروباقندة سيودزولهم الفلوس وتدار من ولاية الفقه والله هاي دعاية ما يصير هذا طيب يعني سيد مهند يعني يرفض أن هذه الفكرة أيضا فكرة لقاهم بالميليشيات يعني هل هي في إطار أيضا البربوغاندا أو يعني إعلان أن هناك ربما تحالف سيتم تطبيقه أم أن بالفعل ربما يتم إيجاد آلية لتعاون ما بين هذين الطرفين لا عندما نتكلم عن البعد جيوبولوتكي العراقي يعني العراقي ليس دولة متاخمة لليمن لكي يكون هناك كما جرى مع سوريا أو يجري مع لبنان عبر سوريا أنا أعتقد يعني أنا نتكلم بواقعية جدا بعيدا عن يعني العاطفة هذه زيارة زيارة يعني نوع من نوع المظاهرة السياسية السبق عن قبل قبل قليل ما المكسب الذي تحققه فعليا المكسب هو عبارة عن لو أخذنا بنظرة خارطة التحرك هي ذات الرقع التي هي تكاد تكون متوافقة يعني لا يوجد شيء جديد يعني حتى تتحركت العراق لو كانت أييد العراق ماذا يؤيد العراق مقعد بين مقاعد في جامعة الدول العربية خلنا نقراها بهذا الشكل عن أي نوع شرعية يستطيع أن تأخذها من العراق واحد اثنين عندما نتكلم عن ميليشيات تحركت عبر يعني ما يقارب ثلاث أو أربع رقع عربية كدول ووصلت إلى العراق هذا البعد الجيوبوليتيكي ما بين اليمن وما بين العراق لا يتيح لهذه الميليشيات مما كانت يعني محاولة تلميعها لا تستطيع أن تستفاد من العراق بهذا الشكل يتخيل له الآخرون لا ننسى أنا طبعا لا أتفق مع الضيف من أربيل حاول أنه علي عبدالله صالح غير فاعل علي عبدالله صالح هو اللاعب رقم واحد في الملف اليمني كله عموما هو يمتلك العشار ويمتلك المسلاح وهو يمتلك الحرس ويمتلك مفاصل القوى وقاد البلد ثلاثين سنة بشكل سريع لكن فكرة تحركهم أصلا يعني كيف تنظر لها باختصار أنا أعتقدها هي عملية ضغط لتبديل السفير السعودي هكذا هي الفكرة الأساسية من عدها ومحاولة قد تكون من العراق أنه نستطيع أن نتلاعب بأوراق بعيدة تؤثر على السعودية ما لم يتم تبديل السفير السعودي هكذا الفكرة أنا من وجهة نظري سيد ناجح الدور العراقي كيف ترى في مسألة الدعم الآن خلال ربما تداعي الأزمة اليمنية أكثر فأكثر باختصار إذا سمحت سيد ناجح باختصار يعني السعودية اليمن غير محادي العراق لكنهم قالوها قادة الميليشيات قالوا سنضرب السعودية من جهة العراق وبالتالي هم سيؤدون الغراض وهو تخفيف الضغط السعودي على الحوثيين هذا أولا يعني لم يكن مجاورا وبالتالي في السعودية يعتبروها مجاورة وهذا هددوا بيها لكن بالنسبة للدعم للحوثيين وما يحدث للحوثيين هناك القضية سبقها اليوم إيران مقاعدة يعني إيران متخت خطوة عدها أذرع من العرب نفسهم يعني الميليشيات العراقية عرب اللبنانيين عرب الحوثيين عرب وبالتالي ما أعظم الفائدة التي تجنيها إيران عندما يقومون العرب الأذناب لهم بتطبيق أجندتهم وخلخلت الوضع الأمني في جميع المناطق محاربة السعودية محاربة العراقيين الأشراف محاربة كردستان محاربة جميع الدول هذا المعمول به أنا أعتقد سيحصلون على على دعم مادي من الحكومة العراقية ودعم بلا حدود وغير معلن ما يطلبونه سيجدونه في الحكومة العراقية أنا أقصد آسف بأن قوسي الحكومة العراقية حكومة الميليشيات لأن العبادي صفر عشر مال وهذا أبو الفرلمان هذا لا يستطيع أن يستجيب الجعفري اليوم المفروض يستجيب لكن في كل الأحوال سيكون هناك لهم دعم لوجستي وسيتحرك الميليشيات معهم وأعتقد الأيام القادمة ستجدون نتيجة هذه الزيارة من وي أبراهيم الجعفري وغير أبراهيم الجعفري إذن أشكرك سيد ناجح الميزان ضيفي من أربيل القيادة في المشروع العربي وسيكمل معي فيما تبقى من المساء الأستاذ بسام ضيفي من جدة والأستاذ مهنم ضيفي هنا في الستدعو